اشتركوا في القناة السلام عليكم وهنا ومرحبا بكم في قناتكم كورا شراب لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو الى 9000 لايك لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجراس لكي يصلكم كل جديد اولا باول متحف خاص بمحمد صلاح في مقر الاتحاد المصري يخطط الاتحاد المصري لكرة القدم لافتتاح متحف خاص بنجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح داخل المقر الجديد لاتحاد في مدينة السادس من اكتوبر يضم هم متعلقاته الشخصية التي استخدمها خلال مشوار التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا 2019 وخلال مشوار التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بعوسم 2020 2019-2020 ويعد محمد صلاح اول لعب مصري يتمكن من التتويج بلقبي دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي واول لعب عربي يتمكن من جمع اللقبين وحددت اللجنة الخماسية المسؤولة عن شون الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عمر الجنيني شهر اكتوبر المقبل موعدا لافتتاح متحف محمد صلاح وسيتزامن افتتاح متحف محمد صلاح مع عودة اللاعب الى القاهرة لخوض اول معسكر مع المنتخب المصري تحت قيادة المدرب الوطني حسام البدري ولم يحظى حسام البدري بفرصة العمل مع صلاح بسبب الاصابات التي اعقدت عودته من انجلترا في اكتوبر ونوفمبر من عام 2019 عندما كان يستعد المنتخب لخوض افتتاح تصفيات امم افريقيا 2021 التي تأجلت الى مطلع عام 2022 بسبب جائحة كورونا ويوجد اكثر من تصور لدى اعضاء اللجنة الخماسية بشأن تكريم محمد صلاح في الفترة المقبلة ويذابت جميع الخلافات التي عقرت صفو العلاقة بين الطرفين من قبل سفر الى روسيا للمشاركة في كاس العالم 2018 ويفكر اعضاء الاتحاد في تشييد تمثال خاص بمحمد صلاح في المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من اكتوبر مع امكانية اطلاق اسمه على حد الملاعب الجديدة التابعة للمقر الجديد للاتحاد وفي نفس الوقت الذي بدأت في تحضيرات الاتحاد لتقديم تلك الهدايا يضع محمد صلاح كامل تركيزه على منافسة هداف ليستر سيتي جيمي فاردي على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتازة خلال ما تبقى من جولات ومهمة صلاح لا تبدو مستحيلة ففي جعبته 17 هدفا بفارق اربعة اهداف فقط عن جيمي فاردي متصدر جدوى الترتيب هدافي الدوري الانجليزي ويامل صلاح في ان لا يتمكن فاردي واباميانج وانجزة من تسجيل المزيد من الهداف في جولات الخمس المطبقية للاحتفاظ بلقب هداف الدوري الانجليزي للمجسم الثارث على التوالي كشف محمد صبحي غازي وسط نادي امب السابقة عن كواليس نادرة للمحترف المصري محمد صلاح لعب نادي ليفربول خاصة وان غازي زامل صلاح في منتخبي الشباب والالومبي وقال صبحي في تصريحات خاصة للوطن سبورت محمد صلاح من المقربين بالنسبة لي خلال فترة مع المنتخب الأولومبي والشباب واستحق الوصول الى موصلة اليه بكل تأكيد كان لدي حلما كبيرا وهدفا امامه ظهر جليا في الوقت الحالي محمد صلاح كان يزامل في غرفتي دائما في كل معسكرات المنتخبات الأولومبي والشباب وذات مرة كنا نشاهد مباراة ريال مدريد وليفربول في مصابقة دوري ابطال اوروبا وأكد لي أنه سيلعب في صفوف الليفربول في يوم من الأيام وأنا قلت له حرفيا انت أخرك سرسل ليان ولكن أقسم لي أنه سيكون في هذا النادي خلال الفترة القادمة ألي يقسم بالله هلعب في الليفربول قلت له انت أخرك سرسل ليان وواصل صبح غازي محمد صلاح كان دائما مركز للغاية وبيكافح من أجل الوصول لهدفه فقط محمد ابراهيم كان الأفضل في جيلنا مهاريا لكن كان صلاح يفرق عنه في الاتزام فقط واستكمل هاني رمزي منعني من الوصول للمشاركة مع المنتخب الوطني للومبي خاصة وأن برادلي أكد لجهازه أنه سيختار صالح جمعة ومحمد صبحي من نادي امبي لكن رمزي فضل محمد النني على استقطابي لمعسكر المنتخب محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدور الإنجليزي دخل محمد صلاح النجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول تاريخ الدور الإنجليزي الممتاز بعد أن ساهم بمائة هدف من ماتن وستة عشر مباراة له في البريمينليجا ثلاث وسبعون هدفا وسبع وعشرون أسيستا ليصبح أسرع لعب غير إنجليزي يساهم بمائة هدف في تاريخ البريمينليجا وحقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفلد أمس الأول ضمن مباراة الجبلة الثالثة والثلاثين من الدور الإنجليزي ويحتل ليفربول صدرت جدول ترتيب لبريمينليجا برصيد تسع وثمانين نقطة وضمن الرجز رسميا لقب البطولة الغايب عن خزائنه منذ ثلاثين عاما فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد سبع وعشرين نقطة وشارك النجم المصري محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول وحتى النهاية وشارك محمود حسن تريزيقي أيضا مع أستون فيلا من بداية اللقاء وحتى الدقيقة الخامسة والثمانين في الوقت الذي جلس فيه أحمد المحمدي على مقاعد البودلاء طوال اللقاء ويرغب ليفربول في كاسة دقم المسجل باسم منشستر سيتي والمتمثل في حصد أكثر من مائة نقطة خلال ممسم واحد حيث يتبقى له إثنى عشر نقطة فقط وأمامه خمس جوالات متبقية على النهاية من جانبه أكد الألمان يورجون كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه لا يفكر في تحقيق الأرقام القياسية قائلا ليس مهتمين بتحقيق الأرقام القياسية نفكر فقط في تحقيق الانتصارات الآن نفكر في مباراة برايتون المقبلة سيحاولون الفوز علينا ويجب أن نكون نجاهزين وضف المدير الفني الألماني الدوري هذا الموسم كان صباقا صعبا لأسباب متعددة علينا أن نبقى على المسار الصحيح ونقوم بالأشياء الصحيحة محمد فضل سنكرم محمد صلاح ولكن ليس بإطلاق اسمه على قاعة أو كرة علن عمر الجنيني رئيس اتحاد الكرة المصرية عن رغبة الجبالية في الاحتفال بالمحترف الدولي محمد صلاح لعبه منتخب مصر وليفربول الإنجليزي نادي ليفربول تواجر رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بعد غيابه 30 عاما من حظ لبريمينليغ ويعد المحترف الدولي محمد صلاح أول لعب مصري يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز وقال الجنيني في تصراحات خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقار الاتحاد المصري للكشف عن كرة الدوري الجديدة أن على تواصل مع محمد صلاح حتى نعرف الموعد المناسب له لنحتفل به في مصر كونه أول لعب مصري يحصل على الدوري الإنجليزي وبسؤال هل يتم إطلاق اسمه على إحدى قاعات اتحاد الكرة سنرى التكريم المناسب له ومن جانبه أجاب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية هل رأينا من قبل اسم نجم عالمي على قاعة في تحاد كرة بلاده وتابع محمد صلاح قدوة للجميع ولكن مصر تمتلك رموزا كثيرة جدا هل من المنطقي أن أطلق اسم محمد صلاح على الكرة الموحدة هل توجد كرة اسمها ميسي أو كرة اسمها كريستيانو بالطبع لا لكن سيكون هناك تكريم لصلاح فينغادا ينهال بالمديح على محمد صلاح ويوجه نصيحة للاعب الأهل بشأن العرض البرتغالي امتدى حفنغادا المدير الفن الأسبق للزمالك المحترف المصري المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد نجاح تجربته في الاحتراف كما وجه نصيحة لناصر ماهر لاعب الأهل بشأن عرض ناسيونال مديرا وكان محمد صلاح قد حقق لقب الدور الإنجليزي مع ليفربول للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 30 عاما وقال فينغادا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار محمد صلاح لديه عقلية مختلفة تماما عن باقي اللاعبين المصريين لذلك هو نجح في الدور الإنجليزي وواحد من أمهر وأحسن وأقوى لاعب الدور الإنجليزي والعالم وتابع نجد أن الأفرق محترفون في أوروبا ولكن المنتخب المصري يتفوق عليهم في كاس أمم أفريقيا رغم عدم احتراف معظمهم بسبب عقلية اللاعب المصري وعن رأيه في رحيل ناصر ماهر إلى ناسيونال مديرا البرتغالي أجاب الدور البرتغالي من أقوى الدوريات المتواجدة في أوروبا نصيحتي ممكن اللعب الذي يخرج من الأهلي ويريد الاحتراف يكون لديه فرصة أكبر من ناسيونال مديرا وكان الأهلي قد استقبل عرضا رسميا من ناسيونال مديرا البرتغالي من أجل حصول على خدمات اللاعب الشاب وأشعر من رأي عليه الانضمام للأنديا الكبيرة في الدور البرتغالي لكن مديرا أعتقد أنه يكون أقل من إمكانيات وقدرات اللاعب الأهلي نصيحتي لناصر ماهر البقاء في الأهلي وهو واحد من الأنديا الكبيرة جدا في أفريقيا وواصل لقبل نهاء دور أبطال أفريقيا ممكن بعد تألقه في الأهلي يخرج لنادي أكبر من مديرا كلوب محمد صلاح استحق ركلة جزاء أمام أستون فيلا أكد يورجن كلوب المدر الفني لنادي الليفربول أن محمد صلاح لاعب فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة أستون فيلا اليوم وأشار كلوب في تصريحات بعد المباراة إلى أن لاعبي فريقه يرغبون في تحقيق الانتصارات والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أنه وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سوال وتمنى منكم المشاركة بيارايكم في التعليقات هل سينتقل النجم المصري محمد صلاح إلى الفريق الملكي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بيارايكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة